سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل مستشار الامن القومي وقائد الحرس الملكي وامين عام مجلس الدفاع بمملكة البحرين طبعا كان الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة يعني هذا الرجل زيارة مهمة لشخصية مهمة من دولة مملكة شقيقة صديقة بحق بتقف مع مصر دائما يعني في كل المناسبات داعمة ومؤيدة وفي تفاهم مشترك بين سيد الرئيس وبين جلالة الملك اتصور انه فريق الركن ناصر بن حمد الخليفة يعني احد هؤلاء الشخصيات الفاعلة في المملكة البحرينية واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له وبحضور للواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية والمستشار الدكتور احمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال ان الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة نقل للسيد الرئيس رسالة شفاهية من اخيه جلالة الملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين البلدين وايضا القضايا ذات الاهتمام المشترك وايضا كانت قضية غزة هي الشاغل المشترك للجانبين والحديث عن المساعدات التي تسقطها مصر جوا على قطاع غزة والتأكيد على دورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة والدفع نحو التهديئة بين جميع الاطراف النهاردة ايضا